يا صباح الفل عليكم ازايكم عاملين ايه اغلى واحلى اخوات في الدنيا صباحكم خير وسعادة وراحة بال ورضا من رب العالمين اهلا بيكم في حلقة جديدة والنهاردة عندنا حاجة استثنائية ولكن حضراتكم طلبتوها مني بما اننا قبل رمضان بكام يوم قررت ان انا اعملها النهاردة كل سنة وحضراتكم بخير ولكن قبل ان نبدأ الحلقة كالعادة ما تنسوش الصلاة على الحبيب المصطفى بتفتح الابواب المغلقة ما تنسوش كمان تكتبوها بايدكو في التعليقات ويخلوها شاهد لنا يوم الايامة النهاردة بقى زي ما حضراتكم شايفين من فترة كده او من كام يوم كنت نزلت حلقة عن الفراخ وبعد ما دبحناها والكلام ده فالحقيقة جالي تعليقات كتير جدا يا صمر احنا مش بنعرف نخل الفراخ لو سمحت اخليها قدامنا فبصراحة قررت النهاردة ان انا اخليها مع حضراتكم ونعمل من خمس فرخات اكتر من كذا وجبة يا جماعة وهقول لكم ازاي طيب خلونا نسمي الله كده زي ما حضراتكم شايفين ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وما تنسوش كمان تشيروه علشان اللي ما بيعرفش يخلي الفراخ النهاردة هيتعلم بكل بساطة وبكل سهولة مش لازم ابدا تاخدوا الفراخ وتخلوا اللي هو الفراج يخليها والكلام ده كله علشان كمان تشيروها مخلية بتبقى غالية فليه احنا النهاردة هنوفر على نفسنا وكمان خاصة اخواتنا اللي بيربوا فراخ زينا كده او شغلهم في الدواجن تقدري من بيتك تعملوا كل حاجة بايدك زي ما انا هوريك النهاردة كده طيب سمينا الله وعندنا النهاردة خمس فرخات طبعا وزناها الفرخة فوق تلاتة كيلو يا جماعة ليه علشان ترمي معانا كمية لحم كبيرة زي ما حضراتكم شايفين جبت هنا فرخة وبدأت ان انا اقطعها على اربع قطع بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه وخلينا السدر دي فرخة واحدة يا جماعة اللي احنا خلناها دي تعالوا بقى نشوف احنا بنخلي السدر ازاي هنعمل منه بنيه بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده هحط ايدي كده عليه هضغط عليه وبسكينة تكون صغيرة ولكن حمية وبنمشيها كده تحت ايديكي على طول هتقطع معاك وهتبقى زي ما حضراتكم شايفين كده بص بقى في حاجات كده بتبقى قطع صغيرة هنعمل منها صوابع اللي هو الاستريبس بقى بصوا هقولكم النهاردة على كذا وجبة من نفس الفرخة يا جماعة قطعنا هنا السدر شرايح سليمة وكمان السدر التاني اهو ودي القطع الصغيرة اللي طلعت من السدر برضو مفيش حاجة معانا بتتهضر تماما يعني الفرخة بصوا هنستغلها احسن استغلال هنا معايا الوراك قطعتها بالمنظر ده قطعت منها دبابيس وقطعت منها كذا قطعة كده بالمنظر ده ودي الفرخة يا جماعة بصوا بقى من فرخة واحدة عمال لقديه تقدروا بقى ان انتوا تسيبوا السدر سليم تقدروا تقطعوا منه العرق اللي هو الناعم ده الفلتو ده بيبقى طعمه حلو جدا في الشاورمة او اي حاجة كمان انا من الناس بقى اللي بحب اعمل السدر بالمنظر ده بنقطعوا شرايح كده بالورب بالمنظر ده بيبقى بصوا هقولكم ان شاء الله لو انتوا عاوزين ان احنا نطبخ الفراخ ده في رمضان ونعمل منها وجبات مختلفة وطعمها حلو وبسيطة وسريعة وحاجة كده تمشي مع رمضان وعزومات رمضان هقولكو ازاي بس اكتبولي في التعليقات لو انتوا حابين ان احنا ننزل هنا على القناة دي وجبات وطبخ والكلام ده كله قولولي قطعنا الفرخة بالمنظر ده طلعت معانا كمية حلوة جدا زي ما حضراتكم شايفين اخواتنا بقى اللي بيسألونا على نوع الفراخ بما اننا احنا اللي شغالين والفراخ دي يا جماعة دي انا دبحتها من عندي يعني انا مش شرياها طيب نوع الفراخ دي ايه نوعها يا جماعة اسمه رص اخواتنا اللي بقولو الرص مش بيعمل سدري ومش بيعمل لحب لانتوا غلطانين بصوا الفرخة ما شاء الله وزنها فوق التلاتة كيلو حاجة كده ما شاء الله الرص مستو ان هو بيطلع وراك حلوة جدا زي ما حضراتكم شايفين كبيرة ما شاء الله وكمان السدري برضو بالمنظر ده تقدري تعملي منه بنيه تقدري تعملي كفتة بصي نقدر نعمل من الفراخ اي حاجة يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده انا مصرعة الفيديو طبعا علشان الوقت ولكن بنيجي بسكينة حمية بنقطع الجناحات وبنبدأ نشيل الجلد بالمنظر ده اهو هنيجي هنا بقى من جوة فيه جزء كده فيه عظم بنبدأ نخلي مش بنسيب اي حاجة في العظم تماما يا جماعة اهو بكل سهولة بتطلعي السدري سليم ما فيش فيه اي حاجة ولا حاجة متقطعة ولا اي حاجة هنبدأ كده نخلي الجزء ده لو احنا عوزين نسيبه في السدري كامل بنسيبه ولكن انا هنا بقطع هنرجع برضو نعمل شرايح بالمنظر ده انا بحب نعملها تخينة شوية او سميكة شوية علشان انا بحب ان هي تبقى يعني مسكة نفسها ده الورك اهو تعالوا بقى نخلي الورك علشان نعمل منه برضو حمام كداب اهو هنيجي هنكسر اللي هي الجزء اللي في الورك ده وهنبدأ نمسك العظمة اللي بتبقى في الفقد في الورك وهناخدها كده هنمسكها بادينا وهنخلي لجوة يا جماعة بمسك السكينة تكون صغيرة علشان تكون متحكمة فيها مش سكينة كبيرة وتبدأي تقدي على جوة كده هنا بنمسك الجزء ده وبنخلي على العظماية بالمنظر ده هطلعها لكل وقت سليمة خالص بصوا كده ركزوا في الفيديو تحسوا ان الورك اتضمر ولكن في الحقيقة هتشوفوه الوقتي سليم زي ما كان هنيجي هنا كده بسكينة تكون تقيلة شوية وبضهرها نخبط نقصر العظمة ده وهنسيب الجزء ده علشان يبقى ماسك الورك معنا الجل ده باللحم بصوا اهو ولا كاين عملنا في حاجة ولكن خلناه تماما بالمنظر ده لما بيتعمل بقى حمام كداب بيكون بالشكل اللي حضراتكم شايفينه اهو هناخد فرخة تانية وبنفس المنظر هنخليها برضو بنبدأ نقطع الرقبة والجناحات بنيجي هنا من عند المفصل كده وبنقطع الدبوسة برضو الدبوسة دي بتعمل منها حاجات كويسة جدا ان شاء الله هنعملها مع بعض بنشيل الجلد تماما وبيبقى فيه طبقة خفيفة كده برضو بنشيلها او بنمسحها بمنديل او بالسكينة بنخليها زي ما حضراتكم شايفين يعني بتلمع اهو هنيجي هنا كده وبيطرف السكينة يا جماعة وبنخلي اخواتنا اللي بقولوا احنا بنشريه جاهز وبيبقى غالي مفيش الكلام ده يا جماعة طالما انتو بتربوا الفراخ وعندكو فراخ يبقى اعمليها زي ما انا ما بقولك كده او زي ما انتو شايفة كده اهو مش بنخلي في العظم اي حاجة خالص ومع ذلك العظم ده مش بيترمي يا جماعة احنا مش بنرمي اي حاجة من الفرخة تماما اهو بصوه ما شاء الله ده سدر الفرخ او الكاتكوت اللي هو الرس اخواتنا اللي بقولوا مش بنحب الرس مش بيبقى فيه سدر لانتو غلطانين قدامكو اهو والكمياء اللي بتطلع من سدر الفرخة ما شاء الله يعني عاوز اقولك النهاردة والهدف من الفيديو ده ان بخمس فرخات فعلا تقدري تعملي اكتر من وجبة وتوفري وتبقى الحاجة عند الجهزة في التلاجة لان طبعا يعني رمضان ده شهر عبادة وشهر القرآن والصلاة والكلام ده كله وفي نفس الوقت برضو لازم نعمل الفطار حلو ويبقى كل يوم حاجة مختلفة حتى لو هي نفس الفراخ ولكن بنوظفها باكتر من شكل وباكتر من طريقة زي ما حضراتكو شايفين انا سايب الفيديو شغال علشان تبقوا عارفين الخمس فرخات هنطلع منهم قد ايه هنا انا بخلي الورك علشان نعمل منه حمام كداب ويركزه للناس اللي مش بتعرف تخلي الورك وبيتبوزه او بتقطعه او بيتقطع منه اهو بنمسك العظمة كده وبنخلي على جوة يا جماعة على جوة مهم ان السكينة تكون حمية وصغيرة اهو كل التفاصيل بظهر سكينة بكسر العظمة دي وبكده بقى الورك عندي جاهز ان هو يتعمل حمام كداب وبيبقى طعمه حلو جدا والورك هنا بيبقى حجمه كبير في الفراخ اللي هي الرص دي الورك اصلا فيها بيبقى كبير زي ما انتو شايفين كده وانت بتخلي خلي بالك ان الجلدة ما ينفعش تقطع منك علشان لما تيجي تحشي بيبقى الورك سليم معاك وشكله حالو اهو بالمنزر ده حاجات كلها بسيطة وسهلة وتقدر تعمليها حتى لو ما زبطش معاك في اول مرة المرة التانية هتزبط وتلاقي ايدك على طول اخدت على الشغل بدل ما تشيل حاجتك وتوديها او تطلبيها وبتبقى غالية والكلام ده كله اوفره على نفسكو طالما بتربق الحاجة في بيوتكو اهو ما شاء الله هي دي الكمية اللي انا اطلعتها من الخمس فرخات طبعا شطفتها بالمية ودي بقى الجناحات والكبد والاوانس وكمان العظم اللي احنا خلناه العظم ده كمان مش بيترمي بنعمل منه شربة بنعمل منه حاجات كتير اوي مش بنرميه خالص اهو تعالوا بقى نفرز الفراخ دي لرمضان عندك هنا بقى اطباق الامونيوم حط فيها اطباق من اللي هي الفل الصغيرة دي حط فيها براحتك عندك علب من اللي هي اللي لها غطأ برضو براحتك انا هنا عندي الاطباق دي متوفرة هياخد بقى بالمنظر ده في كل طبقة حط قطعتين بس كده وعليهم طبعا شريحة لمون وبس كده هغلفها الوقتي وهنشوف ازاي اهو الطبقة التاني فيه نفس الكلام السدري ده بقى تقدر تعمليه بقى تحشيه تقدر تعمليه بالطريقة اللي احنا كنا عاملينها في الفيديو اللي فات بيبقى طعمها حلو جدا ممكن كمان الوقتي قبل ما اتفرزي برضو الفراخ دي تبقى عارفة انتي هتعمليها ايه تعمل لها الخلطة بتاعتها او التدبيلة وتتبليها وتخزنيها من التدبيلة لو انتي من الناس اللي وقتك ديا ولكن انا بالنسبالي يعني عندي اه اللي هو التدبيلات والكلام ده بثبها جهزة ووقت اللي الطبخ بعملها التدبيلة بتبقى فريش افضل خلاص كده دي الكمية دي اللي هي الوراك اللي بتتعمل حمام كداب ان شاء الله عملها لكو في رمضان بتبقى وهم يا جماعة لما تعملوها كده بالفراخ ولا تشيرو حمام ولا اي حاجة اهو كمية ما شاء الله من خمس فراخات كمية حلوة جدا لو بتشيروها تخيلوا بقى هتشيروها بكام المهم وانتي بتجيبي الفراخ لو هتشيريها حتى تجيبي الفراخة اللي هي الكبيرة يعني على الاقل تكون فوق الاتنين كيلو ونص اهو زي ما حضرتكم شايفين هنا انا بحط الجناحات في اطباء لوحدها الجناحات كمان ليها وجبة بتبقى خطيرة بتدبيلة كده ما شاء الله برضو في رمضان هنعملها مع بعض بازن الله لو انتو شايفين ان المحتوى هنا اه يتحمل ان احنا نحط فيه طبخ او ان نكون في الحياة العامة مع بعض او نتكلم في حاجات معينة او الكلام ده كله اكتبوا لي هنا في القناة دي في التعليقات وان شاء الله هنكون مع بعض لو انتو بقى عاوزين الطبخ او قناة متخصصة للطبخ هتلاقوا قناتي التانية لو فيها كل الحاجات دي كلها خلاص كده اهو زي ما انتو شايفين هنا عندي اللي هي القطع الصغيرة دي تقدروا بقى تعملوا منها فهيتة تعملوا منها شاورمة مكرونة نيجريسكو تعملوها كفتة براحتكم دي الكمية اللي احنا طلعناها من خمس فرخات مش هتتخيلوها ولكن ما شاء الله دي خمس فرخات يا جماعة يطلعوا المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده عندنا هنا صدر مخلية عندنا هنا دبابيس عندنا هنا كمان اه بنيه شاورمة كفتة كبد اوانس اه كتير قطع كمان سليمة نقدر نعملها في الخضار في الفرن والحاجات دي كلها دي كانت الحلقة النهاردة عاوز اقول لك بجد بحبكو جدا في الله يلا قومي اتشجع كده وخلصي وعملي الحاجة دي قبل رمضان صدقوني هتوفر عليكو كتير جدا هاخد بقى الاطباق دي واغلفها كده بالبلاستي كراب وعلى كده شكرا هفرزها هسهل علي كتير جدا في رمضان شكرا لكل اخواتنا شكرا ليكو بحبكو جدا في الله شكرا لكل اخواتنا من مصر ومن الدول العربية استنونا بقى في حلقة جديدة كل سنة وحضراتكم بالف صحة وخير شايروا بقى الحلقة دي علشان الكل يعرف في الطريقة دي ويستفاد منها شكرا لكم بحبكو جدا في الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة